أنا حاطت الرسمة دي قدامنا دي اسمها الأحماض الأمينية الأمينو أسيت مش هندخل فيها في التفصيل لكن فيها كربون وفيها نيتروجين وفيها هيدروجين وفيها أكسوجين فهما بيقولوا إيه؟ أنه الهايدروجين والنيتروجين وكده مش هنقولهم إزاي تتعاملوا هيقولوا أنهم موجودين ما هنبتدي بالنقطة دي مش مشكلة بيقولوا أنهم جمب الصدفة وعملوا الأحماض الأمينية والأحماض الأمينية دي تجمعت وعملت البروتينات والبروتينات عملت الخلية الخلية دي فيها النواة وفيها السايتو بلازم وفيها غشاء علشان ده كله يحصل ده محتاج معجزة مش محتاج بالصدفة الصدفة ما تقدرش تعمل الكلام اللي أنا حكيته ده والأحماض الأمينية دي طلعت شمال ويمين والشمال هو بس اللي شغال في جسمنا اليمين لو موجود ما يشتغلش زي إداية كده هم زي متطبقين لكنهم مختلفين كمان تمام؟ لأن فيه شمال وفيه يمين فهحط مثال دلوقتي للإنسولين اللي في جسمنا إنسولين ده مهم قوي علشان يحرق الجولوكوز عشان يطلع الطاقة فالصورة اللي قدامنا بتورينا الرسمة الكيموية للإنسولين وهو عبارة عن سلسلتين من الأحماض الأمينية دي اللي تكلمنا عنها وفيه حاجة تانية اللي انتوا شايفينها باللون الباهد ده دي اسمها سي بيبتايد يعني حاجة بتربطهم مع بعض الهرمون ده عشان يشتغل في حوالي ميت حمض أميني مية لو واحد جام كان واحد يعني لو نمرت خمسة وتسعين جام كان أربعة وتسعين واربعة وتسعين جام كان خمسة وتسعين كل الموضوع ما يشتغلش تمام؟ هل ممكن الصدفة ترتب لي ميت حمض أميني بالصدفة ويطلعوا صح ويشتغلوا من أول يوم عشان يحرق ليه الجلوكوز؟ مستحيل فعلا مستحيل فالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة ما تقدرش تعمل الخليقة وده مثال بسيط جدا الهيموجلوبين اللي في جسمنا ده حوالي خمسمية وشوية من الأحماض الأمينية هل ممكن دول كلهم يحصلوا بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة؟ مستحيل وبعد المشكلة كالقاتي كمان أني لو حمض أميني جاء مكان واحد تاني مش هيشتغل زي مثلا لو بنبعث الإيميل البريد الإلكتروني لو حطيت حرف واحد غلط وبقية تسعة وتسعين في المية منه صح مش هتوصل الرسالة على بعضها تمام؟ مش مسألة أني بس واحد بس إيه يعني؟ لا هتفرق فده في جسمنا بقى على مركبات كتيرة مستحيل يحصل بالصدفة والزمن وقوانين الطبيعة مثل ما بقول الكتاب إنم تست عجبا بالزبط كده ولو دخلنا بقى في تفصيلات الجسم الإنسان وأنا عندي محاضرة كاملة عن الموضوع ده أو قلدة محاضرات أكتشولي إزاي العضلات بتاعتنا بتشتغل وإزاي إحنا ما بنمشي على رجلين اتنين غير لما نمشي على أربعة والتغيرات اللي تحصل في مفصل الرجبة وفي مفصل الفخد وفي العمود الفقري وفي الاتزان اللي في الودن وفي السيربيلا من المخيخ يعني إزاي ده كله يحصل بالصدفة والزمن وقوانين طبيعة فمبدأ الإلحاد لا يتفق مع العلم أقصد بكده العلم التشغيلي اللي يتفق مع الكتاب المقدس اللي بيعلن إن في إله خالق يعني بنفس السيف اللي بيحاولوا يستلوه هو نفس السيف اللي بيطعنهم بالزبط لأنه ما فيش الإثباتات ولا الأدلة خالص خالص بس القضية لازم نفهم الفرق بين العلم التشغيلي وعلم الأصول عشان كده نحاس المحاضرة دي مهمة جدا 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 لأن لو فهمنا العلم التشغيلي ده يتفق مع الكتاب المقدس تماما علم الأصول عندنا اختلاف شاسع بينهم لأن نقطة البداية بتاعتهم بتتكلم عن الصدفة والزمن وقوانين الطبيعة إحنا بنقول لأ في الله الخالق ترجمة نانسي قنقر